بقولك ايه انا عايزك كده تركز معي تحضل لك كوباية الشاي الجميلة لان ده يعتبر واحد من اطول الفيديوهات اللي اشتغلت عليها في القناة واحنا هنا بنحكي قصة مش واحد عادي ده جيم كاري واحد من اعظم الممثلين الكوميديين في التاريخ الفيديو طويل مليام معلومات هننقلك من الفقر اللي عيشه للنجاح الى الاكتئاب المصحوب بالجنون او الهوس دي القصة الكاملة للحياة المأساوية لجيم كاري طفولة جيم كاري ما كانتش طفولة عادية كانت صعبة صادمة وكونت الشخص اللي قدامكم دلوقتي كان عنده رأي او مقولة واحدة اما هنتشل نفسي من الضياء او اموت وانا احاول ساعة 1962 بيتولد طفل صغير في مدينة كندية طفل من ام تعتبر مغنية فشلة فقرر يتقعد في البيت وتقبست بيت واب فنان عاشق لآلة الساكسافون وحلمه انه يشتغل بفنه ولكن الفن ما بيأكلش عيش ومع ولادة جيم كاري الاب بيرسي بيلاقي نفسه مضغوط مش قادر يكمل حلمه اللي محتاج صبر ومجهود بلا مقابل مادي فبيقرر يتخلى عن حلمه عشان يشتغل اي شغلانة ويدعم عائلته العائلة كانت عايشة في فقر مضجع فقر الام ما كانتش قادرة تتحمله ابتدت تلجأ لمضادات الاكتئاب لفترة زودت من جرأة الادوية اللي بتساعدها لمقاومة الهلاوس اللي بتجيلها عقلها بيختل وكانت بتجيلها نوبات من الجنون والهزيان جيم كاري بيقول لما كان عندي سبع سنين امي كانت دايما بتقول انها هتموت قريب وده سبب لي صدمة كطفل شايف امه بتعاني قدامه ما كانش عارف يتصرف فكان حزين طول الوقت وحزنه اتحول لغزلة كان هدفه الاول والاخير هو اضحاق امه كان عايز يزعدها باي شكل كان بيقول ان هو في سنة 8 او 9 سنين كان بيقضي يومه كله في البيت يغني شوية يرسم شوية يعود قدام المراية ساعات طويلة يحاول يلعب في تعبيرات وشه بشكل مضحك ودي عادة خدها من ابو على الرغم من الفقر اللي كانوا عايشين فيه الا ان بيرسي ابو كان بيواجه الالم بالدحت كان بيحاول يهزر كتير يدحك الموجودين بحركاته الكرتونية المبالغ فيها تعبيرات وشه المقطقنة محدش كان بيعرف يعملها زيه كان مصدر بهجة وسعادة ليه جيم كاري خده من ابو كان بيسعب كله تقتل اضحك الناس زميله في المدرسة كانوا بيتحكوا عليه وبيفرحهم لدرجة ان المدرسة قررت يديله 15 دقيقة كل يوم يوم بالارض بتاعه قدام الفصل ده اديله الثقة في نفسه خليه حاسس انه فنان حقيقي لدرجة انه بيقرر يصور نفسه بتعبيرات وشه دي عشان يسجلها وبعد المصور 80 صورة لنفسه بيبعتها البرنامج كوميدي اسمه بيرنت وهنا بتيجي اول صدمة في حياته البرنامج مش بيرد عليه بيتم رفضه لأول مرة المصايب بتتراكم اكتر في سن ال 12 سنة ابو بيتفصل من عمله ومعاه مش بيقدر يدفع ايجار البيت فبيخسره هو كمان العائلة بتصبح مشردة ابو هنا بيقرر يسافر من مدينة لمدينة بحثا عن عمل بيستقر هو وعائلته في تورنطو وابو بيقبل بوظيفة فرد امن في احدى الشركات اولاده بردو بالليل بعد المدرسة كانوا بيشتغلوا عمال نظافة عشان يدعموا البيت جيم هنا بيحس باحباط غل مجبوت جواه غل حسسه انه قارب على الانفجار كان كاره العالم كله دايما بيسأل نفسه سؤال ليه انا فقير اشمع نانا ليه احنا بنعاني في سن ال 15 سنة بتحصل له صدمة تانية ابو عشان مؤمن بموهبته دي بيقرر ياخده النادي كوميدي اسمه ياكياك عشان يقدم عروض قدام الناس لأول مرة على مصرح صغير جيم كاري بيحاول يدحك الجمهور نكت وتعبيرات وحركات مألوفة ولكن للأسف بيفشل فشل ذريع الجمهور بيتريق عليه بيهنوه وبيطردوه من المصرح ده بيسبب له صدمة بتخليه ينحصر على نفسه في عزلة بيصاب بالاكتاب ومش بيكلم حد ابو بيحاول يفرحه ولكن بيفشل فشل ذريع الوحيدة اللي كانت بتفرحه او تكون جنبه هي امه كانت بتحاول تصبره رغم حالتها العقلية المضطربة بعد فترة قصيرة ابو بيجي له عرض شغل في منجم معادن في مدينة نائية بياخد العائلة كلها وبيسكنه في المدينة دي هناك بيبدأوا يستقروا شوية جيم بيوصف في لقاءاته اهله بالشكل التالي ابي كان اكبر داعم لي في حياتي كان مثلي الاعلى وكنت دايما بحاول اقبازيه كان دايما بيعتبرني طفل مميز نعمة من ربنا عايز يحافظ عليها اما امي فكانت دايما جنبي ورغم الذكرياتي المؤلمة عنها ولكني كنت وما زلت احبها من كل قلبي في سن 16 جيم كاري بيخلص مدرسة الثانوية وبيكرر انه اكتفى بالتعليم كده كده كان الوضع صعب وحياته المدرسية حولته لمراهج غاضب بيعمل خانقات كتير ومصاحب اصدقاء سوء لدرجة ان الفترة دي ما كانش بيروح المدرسة اصلا غير بعصاية عشان يتخانق مع زميله ابو ساعتها عيط انه ساب تعليمه وحاول يوجهه ووعده انه هيصرف عليه رغم فقر الاسرة بس جيم كاري عارف اللي فيها وما حبش يضغط ابوه اكتر من كده وبيكرر يشتغل معاه في المنجم ابوه ساعتها بيوافق على مضد لما لقاه مصمم جيم كاري بيقول في لقاء لي لو ما كنتش اشتغلت في مجال الترفيه كان زماني الغايد دلوقتي في المنجم راضي بحالي وشايفها افضل شغلانة في العالم سنة 1979 جيم كاري بيرجع تاني لنادي ياك ياك والمرة دي على عكس المتوقع الجمهور بيحبه بيتحكوا على افهاته بيسقفوله جيم كاري بيتحمس بيخش عروض في اماكن تانية بينجح بيكتاح تورونتو كندا بيكرر ان الخطوة المناسبة لي دلوقتي انه يسافر امريكا بينتقل للوس انجلوس هناك بيتعاقد مع مدير اعمال ناجح بيجيب له عروض ساخية مع كوميديانات تانيين زي روبرت دانجر فيلد من سنة 1979 لسنة 1993 جيم كاري كان بيكافح بكل قوته في هوليوود داخل بحمل انه هينتشل نفسه عائلته من الفقر عنده امل كبير اوي انه هينجح ابتدى مشواره فاني في فيلمين فشل وفشل ذريع لدرجة ان واحد فيهم تقييمه على اي ام دي بي اتنين من عشرة مش مهم خلينا في النوادي الليلية قرر يعلي ليفل الجرأة يجازف يتبجح ياخد الكوميديا الجسدية المستوى تاني في مرة قلع ملط بالكامل وحضر حفلة عادي جدا ولبس شراب طويل في عضو التناسلي حركة صدمت الكل وقتها في ناس حبتها واعجابوا بجرأته وناش شتمته رحلته في النوادي النايلية بالذات نادي الكوميدي سنتر اضخم واعرك واشهر نادي في هولوود كانت متقلبة ساعات بينجح وساعات الجمهور مش بيتقبل الهاري بتاعه وبيشتموه جيم كاري بيقول في مرة الجمهور كان غاضب مني لدرجة انهم كانوا بيحدفوا علي الكراسي اللي كانوا قاعدين فيها هو تقبل الشتيمة والتهزيق وحسب غضب مجبوط جواه خليه يتصرف بشكل عبثي ويجري بسرعة على البيانو يقعد يدوس عليه جامد وهو بيصرخ انتو بتئذوني اتمنى تموته وبعدها على طول خرج من المصرح عشان الجمهور يهدى وروح البيب بتاعه واقعد يعيه جيم كاري في الفترة دي كان بيركز على التمثيل بيعافر فيه نفسه ينجح بأي شكل بس للأسف أفلامه بتفشل واللي بينجح منها محدش بيشوفها اللي هو بينجح فنيا بس مفيش إرادات ساعة 1982 جيم بيجيله عرض يكون في مسلسل للأطفال شهير بيوافق أجره كان محترم لدرجة انه جاب أهله يعيشه معاه بس بعد ثلاث شهور العرض بيتوقف وبيرجع تاني للشارع وبيضطر يرجع أهله الكندا بتتوالى السنين جيم بيحارب عشان تجيله فرص قوية زي انه يقف مثلا قدام الممثل الكبير قوي نيوكلاس كيش في فيلم باسم جيم أدى للفيلم ده كل حاجة غير من جلده اتجه للدراما قدم أداء مبهر عجب المخرج اللي ما كانش ساعتها يعرف خلفيته الكوميدية لانه قل لو كنت أعرف ان جيم كوميديان ما كنتش جبته ومع ذلك قعد شهور كاملة يشتغل فوق الـ 12 ساعة في اليوم عشان الفيلم ده ينجح وبالفعل الفيلم نجح جاب إرادات محترمة 22 مليون من ميزانية تقدر ب7 مليون والنقاط أشهده بيه وترشح لجوائز محترمة زي الجولدن جلوب بس في حاجة كده معاصلاجة معاه شوية رغم نجاح دوره في الفيلم ده وشهادت الناس انه عمل أداء كويس بس العروض اللي بتجيله لسه مش قوية هوليوود لسه رفضاه بيحاول في النوادي الكوميدية وبينجح نوعا ما بعد فترة قصيرة من التعب والصفر من مدينة لمدينة جيم بيحس انه عايز يستقر عايز يرتاح شوية ساعة 1982 جيم بيجوز حبيبته ميليسا وارنر اللي كانت مضيفة في نادي كوميدي ستار اللي كنين كانوا مرتبطين ساعتها بقالهم سنتين عشان يتجوزها ميليسا بتوصف احساسها بجيم ساعتها انها كانت مجنونة بيه ما كانتش بتحب ولا عايزة اي حد غيره بعد الجواز بنكتشف ان ميليسا كانت حامل في بنتهم الاولى جين كاري اللي تولدت في نفس السنة المشكلة انه رغم شغرة جيم ساعتها اللي انه كان فقير جدا مراته ميليسا كانت مضطرة تشتغل شغلانتين عشان تساعده لان شغله طياري ممكن يطلب في عروض وممكن لا كان بيعدي اسابيع قاعد في البيت محدش عايزه ولما كان بيروح ارض كان بيقبط 25 دولار في الساعة كان بيقبط كتير اوي قدام المراية بالساعات عشان ينوع ويدكن تعبيرات وشه اللي تعتبر مصدر اكل عيشه الوحيد بتحصل الصدمة اللي بتهز كيانه بالكامل سنة 1991 ام جيم بتموت وبعدها بتلت سنين سنة 1994 أبوه بيموت وراها جيم بينهار كليا مش بيقادر يواجه الحياة بعد موت أقرب الناس لي بالذات أبوه اللي كانت علاقتهم قوية جدا بيخش كده في حالة من الاكتئاب بيرجع تاني عيل صغير بينغلق على نفسه بس المرة دي مفيش أي حضن بيحتويه مراته بتحاول تكون جنبه بتهديه ولكن جيم بيرفض بينغمس في حياة الإدمان أدوية مضادة للاكتئاب بيبعد عن بيته أكتر وأكتر خلافاته مع مراته بتزيد جيم بيانغمس في الاكتئاب لغاية ما بيجي له فرصة بتغير حياته بالكامل قبل وفاة أبوه بسنة في سنة 1993 جيم بيبدأ تصوير فيلمه الايكوني محقق الحيوانات الفيلم كانت ميزانياته ضعيفة جدا الكل متوقع أنه هيفشل محدش من المؤلفين الكوميدي كان عايز يشتغل معاه فجيم قرر بنفسه أنه هو اللي يكتب السيناريو هو اللي يختار الشخصية شكلها وطريقة لبسها وستايل شعرها وحركاتها والإفهات اللي بتقولها جيم بيقول الفيلم ده هيقبأ حاجة من الاتنين إما هينجح نجاح صاحق أو هيفشل فشل ذريع ما كانش مهم بالنسبالي أنا كده كده كنت بحاول أكون جيمس بوند بأكتر طريقة عبيطة وسخيفة ممكنة أطلقت العنانة لنفسي وراهنت على الناس أنا مش جاية نضم الهوليوود أنا جاية أضمرها الخطة فعلا بتنجح الفيلم بينزل في السينمات وبيحقق عامل الصدمة الناس عمرها ما شافت في حياتها أداء كوميدي بالشكل ده بالحركات دي بالعبض ده أداءه كان كرتوني بس غريب وكان بيقتل الجمهور ضحك الفيلم بيحقق 100 مليون دولار من ميزانية 15 مليون وكاري بيتم الأعتراف بيه أخيرا في هولوود وبيخدقوا عليه بالعروض بيخش بعدها على طول بالتقيل وفي نفس السنة بيعمل فيلم The Mask مخرج الفيلم كانش مقتنع بيه في الأول خصوصا أنه كان عايز فيلم روب وداموي اقتباصا من قصة في الكوميكس The Mask بس لما شاف أداءك جيم كاري في إيزفنتورا قرر يحول الكوميدي جيم كاري بيبدأ أكتر في الفيلم كان قاين بدورين شاب كئيب منعزل مكروه من أهله ولما بيرتدي قناع بيتحول لشخصية مجنونة عبثية بقدرات خارقة وكوميديا كرتونية غريبة الفيلم برضو كان طفرة في المؤثرات البصرية الفيلم بينزل بيكسر الدنيا بيحقق 350 مليون دولار وبيترشح وبيكسب جوائز كتير جيم كاري بيقول أن الفيلم ده اتعمل علشانه وأنه حاول كتير يقتبس تصرفات الشخصية من أبوه بيرسي وحتى إزاي الأصفر اللي كان بيلبسه في الفيلم كان مكتبس من بدلة أمه عما يتهيله وهم فقرة عشان يحضر العرض الأول بتاعه سنة 1997 جيم كاري بعد المداء النجاح بيكرر يعمل حركة ندالة قوي مع الخلافات المستمرة مع امراته جيم بينفصل عنها وعن بنته بيرتبط بالممثلة لورين اللي كانت معاه في فيلم The Mask بيعطانك حياته الشهرة والعربدة حراء الشخصيين ملابس فخمة حريم نوادي ليلية خمرة كل ما تشتهيه النفوس الضعيفة ما كانش بيشوف بنته بالأسابيع وفي يوم بيكرر يسافر يصور فيلم وما بيرجعش تاني بيبعت لمراته ورقة بيقولها بكل برود انه عايز يطلقها يعني بعد كل السنين دي في الآخر ده احترامة كلية تنفصل عن طريق جواب ما عندكش الجرقة حتى تقعد مع مراتك وتتكلم معها تقنعها تقنعك محامي جيم بيطلع حوت بيحاول يخلي الطلاق قبل ما جيم يكسب فلوس من فيلم The Mask عشان مراته متاخدش جزء منها جيم بيدحك على طلقته بيقولها هبعتلك عشر تلاف دولار شهريا عشان تربي بنتنا وبيديها جزء من ممتلكاته مراته بتوافق وبتكتشف انه بيصرف آلاف الدولارات كل شهر على نفسه ومستخسر في بنته تعيش في ربع الرفاهية اللي هو عايشها كاري بيصلى غلطته وبيديها اكتر بتمل الايام كاري بينجح اكتر واكتر افلامه بتحقق مئات الملايين فيلم مثلا زي ضمن ضمر بينزل وبيكسر الاراضات بعدها فيلم باتمان اللي تقال عليه ساعتها افضل اداء لشرير في فيلم ابطال خارقين وبعدها الجزء التاني من ايس فنتورا اللي ما كانش عايز يعمله لانه ما بيحبش يعمل اجزاء تانية فكان دايما عصبي اثناء التصوير ولكن برضو الفيلم بينجح وبيكسر الاراضات بعدها بيقدم شخصية شريرة مزيج من الرعب والكوميديا في فيلم كابل جاي اللي اجره وصل فيه 22 مليون دولار اعلى اجر الكوميديان في العالم وقتها سنة 1996 اثناء طلقه من مراته الاولى ميليسا بيقرر يتجاوز حبيبته التانية لورين هولي في حفل زفاف بسيط واستصخت الناس الناس كانت شايفة ان لورين هي اللي دمرت حياته مع مراته الاولى وخادته منها جوازهم بيستمر بالزبط 9 شهور وبيتطلقوا ليه؟ عشان طبقهم مش مناسب لبعض جيم اشتكى ان لورين كانت دايما بتحب الحفلات المزعجة بصوت عالي جدا وده كان بيضايقوا وهي اشتكت انه عصبي جدا واثناء غضبه بيكسر اساس البيت وهي ما قدرتش تستحمل ده بعدها لورين بتطلعوا بتلوم البابيرازي او المصورين اللي هما بيتابعوا حياة المشاهير الشخصية وبيصورهم كل ما يخرجوا الكلام ده كله انهم كانوا بيدايقوهم بشكل مبالغ فيه وما كانش عندهم اي حياة شخصية فقرروا الانفصال بتفشل العلاقة سريعا وجيم بيرجع تاني وحيد بيستكمل حياته بيكرر انه يؤدي استانس اكتر او يجازف اكتر في الافلام اللي بيعملها بيتصدر فيلم فيلم كان بيبالغ في ارهاق نفسه في تمثيل الشخصية لدرجة ان مشهد الحمام بالكامل كان مشهد حقيقي بالفعل هو كان بيدرب وشه على الارض بالفعل هو مسك الطايلت وكان بيدرب بيه راسه زي ما انتوا شايفين بقوة وبالفعل هو مسك شوية صابون وحطهم على عينيه صابون حقيقي مش مجرد مية عشان يقدر يتكمس الشخصية ويحس بألم حقيقي الفيلم كالعادة بينجح نجاح صاحب وجيم هنا بيكرر انه لازم يثبت للعالم انه مش ممثل كوميدي ناجح ولكن ممثل موهوب متنوع قادر يشيل اي دور مش مجرد اراجوز سنة 1998 بيقدم واحدة من اعظم الافلام في التاريخ السينما فيلم The True Man Show فيلم بيبرز هوس الناس بالمشاهير وتفاصيل حياتهم الشخصية الفيلم ابدأ فيه لدرجة انه خد جائزة في دوره في الفيلم ده سنة 1999 بيقدم فيلم Man of the Moon فيلم سيرة ذاتية عن حياة الكوميديان والموزيع اندي كوفمان اللي كان مثيل للجدل في وقته كان ايكونة جدا كان بيقدم نوع من الفن مش موجود وكان صادم منفر لناس كتير وكان مخلص ليه كليا لدرجة انه احيانا ما كانش بيفرق ما بين الواقع والخيال هل هو دلوقتي عن مصرح بيمثل قدام الناس ولا دي حياته الواقعية جيم كاري من كتر ما تقمص الشخصية دي ده سبب له ازمة نفسية ما كانش عارف في وقت من الاوقات هل هو ممثل بيقوم الشخصية دي ولا هو الشخصية نفسها بيقول انه بعد الفيلم ده قعد اربع شهور كاملة مش عارف يعيش حياة مش عارف هل اللي بيعمله ده نابع من نفسه ولا من الشخصية اللي بيقوم بدورها يعني مثلا لما كان بياكل بايده اليمين فهل ده جيم كاري اللي بياكل ولا هو لسه متقمص شخصية اندي اللي كان بياكل بنفس الايد والطريقة بالفعل اداءه جاب له جولدن جلوب بالراحة بيقدم مجموعة من افضل الافلام في تاريخه زي زا ماجستك او واحد من اعظم الافلام الرومانسية في التاريخ اللي ارشحولك بقوة اسمه اترنال سانشاين اوف اس باطلس مايند او فيلم ياسمين او فيلم مي مايسلف اند ايرين اللي تعرف فيه على الممثلة ريني زواجلر وارتبطوا بعد الفيلم على طول علاقتهم دامت لمدة سنة اخضق عليها بالهداية ولكنها كانت بسيطة مش عايزة حاجة غير انهم يتجوزوا احنا بنحب بعض ليه ما نتجوز بس الممثل كل ما كان بتفتح له الموضوع ده كان بيرفض وهنا بن ريني بتحط جيم كاري امام اختيارين ما لهمش تالت اما تتجوزني او ننفصل بشكل كامل جيم كاري بيرد عليها بكل بساطة ننفصل احسن جيم بعدها بيوصف ريني انها حب حياته اكتر بنت حبها وانه ندمان انه فشل معها في علاقتهم بعدها في 2005 بيتعرف على الممثلة جيني مكارثي وبيرتبطوا لمدة خمس سنين علاقتهم كانت مثالية ولكن جيم من البداية اشترت انه مش عايز يتجوزها يمكن بسبب فشلوا في زيجاته اللي فاتت ودعا ادو بشكل ما ولكن ده كان قراره وكان مصمم عليه الممثلة جيني مكارثي بتوافق على القرار ده بيعودوا مع بعض خمس سنين جيم بيرتبط بيها اكتر بيحبها وهي بتحب حتى ابنته وهو بيحب ابنها ولكن بعد خمس سنين بيقرر ينفصل عنها لانه بيعاني من اكتئاب حاد ومزمن خلاه مش قادر يعيش حياته بعد انفصاله بيقرر يبعد عنها كليا جيني كان عندها ساعتها ابن عنده نوع من انواع التوحد ابنها ده كان من جزها السابق وكان بيعشق جيم كاري كان جيم كاري هو الوحيد اللي بيدحكه كان بيحب دايما انه يبقى موجود جنب جيم كان بيعتبره بشكل او باخر ابوه ولكن بعد الانفصال جيم كاري كان مرافض تماما انه يقابل الطفل ده جيني حاولت تتحايل عليه كتير جدا انه يقابل ابنها ولكنه كان دايما بيرفض كان دايما بيقول او بيبرر ان ده مش في مصلحة الطفل في ناس هتشوفها قصوة في ناس هتشوفها رحمة وحنية انه مش عايز الطفل يتعود عليه خصوصا بعد ما سابق امه لانه كده كده مش مكمل معاه في الحالتين جيم اختار العزلة بشكل كامل في الالفينات جيم بيبدأ نجمه يخفض ببطء الجيل اللي اتربى عليه كبر والكوميديا بتاعته ما بقتش صادمة او مضحكة بالعكس اتحاولت له كوميديا مبتذلة اشتغل فيه مشاريع حلوة زي كريسماس كارول واحد من اعظم الافلام الانيميشن من وجهة نظري واستخدم فيه تقنية السي جي اي والديف فيك بحيث ان جيم كان بيمثل بجد في موقع التصوير مش مجرد اداء صوتي الفيلم بيفشل في تحقيق ارادات بس النقاط بيحبوه بيعمل افلام تانية زي مستر بروبر بينجوينز اللي بينجح بس مش اوي والجزء التاني من ضمن ضمر في سنة 2014 بعد عرض الجزء الاول ب20 سنة اللي بيفشل فشل ذريع والنقاط ساعتها بيوصفه جيم كاري بممثل مستهلك بيحلب نجاحاته القديمة بعد ما الناس فقدت الاهتمام بيه ولكنه بيفاجئ الكل وبيقدم واحدة من اكبر نجاحاته كان دوره في فيلمين سونيك الجزء الاول في سنة 2020 والجزء التاني في سنة 2022 اللي بيكسر الارقام القياسية وبيحققه مع بعض ارادات ممكن توصل لمليار وهنا بتيجي القشة اللي قسمت زهر البعير في سنة 2012 جيم بيتعرف على كاثرينا وايت ميكاب ارتست من ايرلندا كانت جاية هنا امريكا بهجرة غير شرعية وكانت على طول خايفة تترحل على بلدها جيم بيتعرف عليها في احدى الافلام اللي عملها كايتها المسؤولة عن الميكاب اللي كنين بينجزموا البعض بيكونوا شرارة وبيرتبطوا بسرعة العلاقة بتبدأ بسرعة رغم فرق السن اللي ما بينهم حوالي عشرين سنة كاملة علاقة مليئة بالاثارة بالحب بالشغف جيم لقى فيها نفسه كان حابب انها دايما حيوية معاه العلاقة كانت مضطربة بدأت بقوة وانتهب بسرعة جيم يقول انه كان بيلعب بيها بيتعبها نفسيا عرفها على حياة من المخدرات والعربدة وقصبها بامرات جنسية لانه كان بيعاشر بنات مش كويسة ده غير انه كان بيسيبها كل شوية ويرجع لها كأنها لعبة في ايده زوب بقى على كل ده ان البنت اصلا كانت بتعاني عقليا مريضة مزمنة بالاكتئاب وحالتها المزاجية متقلبة وكانت مرتبطة بيه ارتباط غير صحي هددت كذا مرة في علاقتهم انه لو سبها هتقتل نفسها وكانت شديدة الغضب بتصرخ خطير في وشه تصرفاتها تصرفات اطفال وفعلا كانت بتتقلم لما بيبعد عنها البنت حاولت بكل الطرق تتخلص من قلمها انضمت لدين اسمه عشان تطهر روحها ولكن لم تجد فيه الخلاص حياتها بقت تتضمر وحدة بوحدة ساعدتها بتتلاشى وجيم ما بقاش قادر يتحملها كل ما تتهمه اكتر انه بييزيها بيطلع يقول ان هي اللي مريضة هي اللي بتئزيني انا لا عرفتها على مخدرات ولا كنت بخنها هي عندها برانوية وكل ده اوهان في دماغها حاول يدافع عن نفسه ولكن البنت وصل بيها الالم بانها ما بقتش قادرة تستحمل العالم ده قررت في سنة 2015 انها تقتل نفسها عن طريق جرعة زائدة من المخدرات وثابت رسالة مكتوب فيها جيم انا بحبك من كل قلبي انت حياتي انت عائلتي اعمل اللي تشوفه صح وانت بتدفني اعطي ملابسي الاهلي وتذكر ان اللي حصل ما كانش غلطتك انت ارجوك سامحني انا بس ما كنتش انفع في العالم ده رسالة صادمة رسالة هزت كيان جيم كاري بالكامل تدى يرجع تاني طفل صغير بنوبات غضبه وكراهيته وصخطه من الناس الاكتئاب امتصه مقابلاته في التلفزيون قلت تصرفاته بقت غريبة احنا بنشهد انسان قدام عينينا بيتضمر بالكامل بيتحك وقت العيات وبيعيت وقت الدحك ابتدى ينبذ ويكره الشهرة والبرانوية ابتدت تستحوز عليه كان بيقول انه كان بيلبس بدلته في البيت عشان خايف لو مات الناس تاخد صورته وهو عريان عشان يستغلوا انه مات ويكسبوا بعض الاموال زي ما حصل مع المغني الراحل جون لانون عائلة كاثرين بيرفعوا قضية ان جيم هو السبب اللي حصل لها هو اللي دفعها تعمل كده هو اللي احصبها بالامراض وودها للحياة دي بس طبعا بيتبرق لان ما فيش دليل على كده جيم بيفضحهم انه هم اللي كانوا بيستغلوها عشان تصرف عليهم وبيستغلوا موتها دلوقتي عشان يبتزوه جيم هنا بيبان جنونه اكتر في مقابلاته الناس فعليا ابتدت تقلق عليه لما طلع مع جيمي كامل في لقاء فضل يوصف نفسه بصيغة الغائب يعني بدل ما يقول انا عملت كذا بيقول جيم ممثل موهوب وكبير وهو اللي عمل كذا كل ده ما حصلش معاه هو حصل مع جيم كاري اللي هو هو لكنه بيتكلم على الحد تاني مش على نفسه في مقابلة تانية في حفل جوائز بزار فيديل يقول بشكل كوميدي لقيت نفسي فاضي فكررت اعمل حاجة ملهاش اي 30 لازمة ويجي الحفلة دي احنا مش مهمين ده مش عالمنا احنا جيمي ابتدى ينجذب اكتر للاعمال السوداوية المؤلمة القصية اللي بتبرس فنه وبتكشف حياته قدام الناس حاجات بتعبر عن حالته المزاجية زي دارك كرايمز او ذا باب باتش افلام صعبة ومعقدة ومش لأي حد ابتدى جيمي ينغمس في الفن اكتر على حد قوله دي حاجة كانت بتريحه كان بيقدر يبدأ فيها ولوحيته كانت دايما تتسم بالتعقيد ولكنها بتعكس اللي جواه من قلم او محاولات صادقة للتخلص من السندوق اللي حبث نفسه فيه الفترة طويلة لوحيته جذبت جمهوره لي خصوصا اللوحات اللي فيها اسقاط سياسي اللي كان بيتريق فيها على الرئيس ترامب دي كونت عنده قاعدة جماهرية كبيرة تقدر بالملايين جنونه ابتدأ بيتجلى اكتر لما طلعوا ظهر في لقاء تلفزيوني مع جيمي كامل وهو بيتكلم عن الماسئونية وان المزاين في هولو بيتم تأجيرهم من الحكومة بغرض تغييب الناس وتشتتهم عن الحقيقة وان دي مؤامرة بتحصل في ناس بتقول ان كلامه ده مجرد علامة للجنون وناس ثانية قالت لا ده بيقول الحقيقة وبيكشف الغطاء عن المؤامرة بس بيقولها بطريقة كوميدية عشان ما يتئذيش او يتمنع كلامه او الناس تضحك والاغلبية بيقولوا انه كان بيروج لفيلمه ضمن ضمر الجزء التاني ودي مجرد اسكتش كوميدي بيمثله والناس كبرت الموضوع جيم كاري لحد دلوقتي ما نعرفش حالته المزاجية ايه او حالته النفسية ايه اللي نعرفه انه لسه مستمر في التمثيل بيطلع في لقاءات كتير حالته بقت متزنة شوية كلامه بقى معقول الناس وصفته بالجنون رغم ان كل ده ممكن يكون مجرد محاولات صادقة للاندماج ومحاولة اضحاق الناس لان دي الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها فبيبالغ وبيقول حاجات غريبة كنوع من انواع الحس الدعاب الملتوي من فنان بيحاول يبرز اللي جواه عن طريق فنه وبيمر بتقلبات صعبة في حياته وبيحاول يفهم نفسه او يتجاوز اللي بيحصله بهراء لا معنى لي بس كده هي دي القصة الكاملة الجيم كاري لو وصلت لحد هنا فانا بشكرك وبحبك جدا وشكرا جدا على الدعم الفيديو ده اعتبر اكتر الفيديوهات الطويلة والمتابعة على مستوى البحث والتسكريبت والتصوير فانا اتمنى لو عجبك ولو عجبك بس مش مشطر تعمل لايك بس لو عجبك اعمل لايك وعمل سبسكرايب وبعد اذنك يا ريت يعني بعد اذنك تعمل لي فوله على الانستا هتلاقي اللينك في وصل الفيديو بشكرك جدا وبيس